الجامعة الافتراضية السورية مقرر الإفلاس والصلح الواقي للأستاذ محمد فاروق أبو الشامات الوحدة التعليمية الثانية بعنوان إجراءات وآثار الصلح الواقي تقدمت مبادرة الضوء بصوت لبناغرز الدين سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة السابعة حتى الصفحة التاسع عشر إجراءات وآثار الصلح الواقي الملخص يتقدم التاجر المدين بطلب الصلح الواقي شخصيا إلى محكمة البداية المدنية في المنطقة التي فيها مركزه الرئيسي مبينا فيه الأسباب التي حملته على طلب الصلح ومعدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه عندما تتأكد المحكمة من أن طلب التاجر المدين قانوني تأمر بقرار دعوة الدائنين للحضور أمام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي ويتضمن اتفاق الصلح عادة منح المدين أجلا للوفاء أو تخفض الديون أو كلاهما معا والأمر يعود إلى الدائنين الذين يقررون ذلك وإذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين الأهداف التعليمية في نهاية هذه الوحدة التعليمية يجب أن يكون الطالب قادرا على أولا تعريف الطالب بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الصلح الواقي ثانيا تحديد الأثار المترتبة على خلال التاجر المدين بالالتزامات التي نص عليها عقد الصلح الدرس الأول إجراءات الصلح الواقي أولا تقديم طلب الصلح الواقي يتقدم التاجر المدين بطلب الصلح الواقي شخصيا لأنه وحده المدرك لحقيقة حالته المادية والصلح الواقي قصد منه إنقاذ المدين من شهر الإفلاس ويقدم هذا الطلب إلى محكمة البداية المدنية في المنطقة التي فيها مركزه الرئيسي مبينا الأسباب التي حملته على طلب الصلح ومعدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه وأن يعين أيضا طلب الصلح مصحوبا بالمستندات الآتية ألف وثيقة لكتب قيده في سجل التجارة ب بيانا مفصلا وتقديرا لأعماله جيم بيانا بأسماء جميع دائنيه دال مبلغ دين كل من الدائنين ومحل إقامته وعندما تتسلم المحكمة الطلب ترسله للنيابة العامة وعلى المحكمة بعد استماع النيابة العامة أن تقرر الحكم في غرفة المذاكرة دون حاجة لدعوته أو دعوة الخصوم لأي جلسة رد الطلب في الحالات التالية أولا إذا لم يدع التاجر الدفاتر والمستندات المشار إليها أعلاه ثانيا إذا كان قد سبق أن حكم عليه بالإفلاس الاحتيالي أو التزوير أو السرقة أو إساءة الاعتمان أو الاحتيال أو اختلاس الأموال العامة أو كان لم يقم بما التزم به في صلح واق سابق أو كان قد شهر إفلاسه سابقا ولم يفي ديون جميع دائنيه تماما أو لم يقم بالتزمات الصلح بتمامها ثالثا إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح المبين في الفقرة الرابعة من المادة 414 من قانون التجارة رابعا إذا فر بعد أغلاق متاجرة أو اختلص أو بدد بطريقة الغش أو الاحتيال قسما هاما من أمواله وفي جميع هذه الأحوال إذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه التجارية تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر إفلاسه فقرى أثنان من المادة 415 من قانون التجارة ثانيا دعوة الدائنين عندما تتأكد المحكمة من أن طلب التاجر المدين قانوني ومن استكمال الوثائق كافة الشروط القانونية تأمر المحكمة بقرار لا يقبل أي طريق من طريق المراجعة دعوة الدائنين للحضور أمام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الواقي فقرى واحد مادة 416 من قانون التجارة وفي هذه الحالة تقوم المحكمة بوظائف القاضي المنتدب فقرى أثنان مادة 416 من قانون التجارة باعتبار أن محكمة البداية المدنية في سوريا تؤلف من قاض فرد واحد في حين أن محكمة البداية المدنية في مصر هي محكمة جماعية مؤلفة من ثلاثة قضاة رئيس ومستشارين تنتدب أحد القضاة ونحن نرى أن تكون محكمة البداية المدنية محكمة جماعية مؤلفة على الأقل من ثلاثة قضاة وعندها يمكن تعيين أحد قضاة المحكمة لمباشرة إجراءات الصلح جميعها ويكون هو القاضي المنتدب ويعتبر قرار دعوة الدائنين قراراً قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن الفقرة واحد من المادة 416 من القانون التجاري هذا ويمكن للمحكمة أن تعهد بالوظائف المذكورة أو ببعضها إلى أحد المحاكم الصلح في منطقتها فقرى ثلاثة من المادة 416 من القانون التجاري بعد ذلك يعين القاضي المنتدب محل الاجتماع وتاريخه وساعته خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ابتداء من تاريخ قرار المحكمة كما يعين المعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وأبلاغه إلى الدائنين فقرى الرابعة من المادة 416 من القانون التجاري كما يقوم أيضاً بتعيين مفوضاً من غير الدائنين وتكون مهمته في هذه الأثناء مراقبة إدارة المشروع التجاري والتثبت مما له ومما عليه من الديون وإجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريراً لكتلة الدائنين في هذا الشأن فقرى الخامسة من المادة 416 من القانون التجاري هذا ويعين القاضي المنتدب للتاجر المدين ما يعاداً لا يجاوز خمسة أيام لإكمال البيان المجتمل على أسماء دائنين عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملاً في الحال الفقرى السادسة من المادة 416 من القانون التجاري وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار إلى قرار المحكمة بشرح يوثقه القاضي أو الكاتب ويسطر في آخر قيوده المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد إليه دفاتره كما يشار إليه في قيد المدين في سجل التجارة ونشير هنا إلى أنه منذ تاريخ إداع الطلب إلى أن يكتسب الحكم المتضمن تصديق الصلح قوة القضية المقضية لا يحق لأيداء بيده سنة سابق لتاريخ الحكم أن يباشر أو يتابع معاملة تنفيذه أو أن يكتسب أي حق امتياز على أموال المدين أو أن يسجل رهناً أو تأميناً عقارياً وكل ذلك تحت طائلة البطلان هذا وتبقى موقوفة المواعيد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت بسبب الإجراءات السابقة كما أن الديون العادية التي ليس لها أي امتياز تعد مستحقة الأداء ويتوقف سريعاً فائدتها تجاه الدائنين فقط أما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وإن كانت ممتازة فلا تخضع للأثار القانونية المنصوص عليها في المادة 418 من قانون التجارة ثالثاً وظيفة كاتب المحكمة يجب على كاتب المحكمة أن يقوم بشهر قرار المحكمة بواسطة إعلانات تلصق على لوحة إعلانات المحكمة وكذلك نشر خلاصته في إحدى الصحف كما يطلب تدجيله في سجل التجارة كل ذلك في ميعاد يعين في القرار نفسه وإذا كان بيان أسماء الدائنين غير كامل أو وجد من الضرورة التوسع في الشهر فيحق للمحكمة أن تقرر النشر في صحف إضافية كما يجوز للمحكمة أن تقرر نشر الخلاصة في الصحف الأجنبية أيضاً إذا اقتضى الأمر ذلك وعلى الكاتب أن يعلم الدائنين باسم المدين واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراح المدين ويجري التبليغ بواسطة المحضر أو البريد المضمون أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريع ويجب أن تضم إلى الملف الأوراق المثبتة لحصول الشهر والتبليغ إلى الدائنين كما يقوم الكاتب بتقييد قرار المحكمة بقبول طلب الصلح الواقي على دفاتر التاجر الإجبارية في آخر القيود المدونة ويوقع على ذلك العقد رابعاً مهمة المفوض نصت الفقرة الخامسة من المادة 416 من قانون التجارة على أن القاضي المنتدب يعين مفوضاً من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الأثناء مراقبة إدارة المشروع التجاري والتثبت مما له ومما عليه من الديون وإجراء التحقيق عن طريقة تصرف المدين ثم يقدم تقريراً لكتلة الدائنين في هذا الشأن وعادةً يتم اختيار المفوض من بين الخبراء الذين لديهم خبرة واسعة في مساء الصلح الواقي وإجراءاته ومنذ السلوك الحسن والأمانة وذلك على أساس عدم تدخل المفوض المعين بأعمال الإدارة لأن الإدارة في الصلح الواقي تبقى بيد التاجر طالب الصلح وعليه أن يتأكد من جميع البيانات المقدمة وصحة المبالغ المدونة فيها كما يحق للمفوض طلب الدفاتر التجارية الإجبارية للمدين وما لديه من مستندات وإسناد وذلك كي يتحقق من صحة بيان المدين ويحق له أن يطلب من المدين بعض الإضاحات اللازمة لبعض المستندات والإسناد إذا وجد ضرورة لذلك كما يحق إجراء بعض التعديلات اللازمة في ضوء الوثائق الموجودة لديه ثم بعد ذلك يقدم تقريراً مفصلاً عن حالة المدين التجارية وعن تصرفاته حيث أنه في أثناء إجراءات الصلح الواقي يبقى المدين قائماً بإدارة أمواله ويثابر على القيام بجميع الأعمال العادية المختصة بتجارته تحت إشراف المفوض ثم يقوم المفوض بإداء هذا التقرير إلى المحكمة قبل موعد الاجتماع المعين للصلح بثلاثة أيام على الأقل خامساً حقوق الدائنين وعملهم عند حلول المعاد الذي حدده القاضي المنتدب لجلسة الصلح الواقي يجتمع المدين والدائنون برئاسة القاضي المنتدب ويحق لكل دائن أن يقيم عنه وكيلاً خاصاً يحمل وكالة خطية ويجوز أن تكتب هذه الوكالة بدون أي معاملة على كتاب الدعوة أو البرقية كما يحق لكل من الدائنين أن يعرض الأسباب التي من أجلها يعتقد أن هذا أو ذاك من الديون مشكوك فيه أو أن المدين ليس أهلاً للتساهل الذي يلتمسه أو أن مقترحاته غير جديرة بالقبول وعلى المدين أن يؤدي جوابه وعليه أن يعطي جميع الإضاحات التي تطلب منه ثم يذكر ملخص جميع هذه الأمور في المحضر وتضم إليه جميع المستندات هذا ويجب أن توافق على الصلح الواقي أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت وأن تمثل هذه الأغلبية على الأقل ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن أو تأمين منقول أو غير منقول كما أنه يجوز للدائنين أصحاب الامتياز والرهون والتأمينات العقارية أو غير العقارية أن يشتركوا في تأليف هذه الأكثرية بشرط أن يتنازلوا عن حقهم في استعمال التأمين المعطى لهم ويجوز أن يقتصر هذا التنازل على قسم من تأمين الدين وملحقاته بشرط أن يكون القسم المتنازل عنه معينا وأن لا يقل عن ثلث مجموعة الدين كما يحق للدائنين الاشتراط في عقد الصلح الواقي أن المدين لا تبرأ ذمته نهائيا من الجزء المتنازل عنه وأن ما يحق للدائنين مطالبته به عند الميسرة وعادة ما تحدد مدة تطبيق هذا الشرط بخمس سنوات كما يشترط لتقدير الميسرة للمدين هو أن تزيد موجوداته على الديون المترتبة عليه بمعدل 25% كما يحق للدائنين المخالفين أن يعترضوا على تصديق الصلح الواقي في خلال خمسة أيام من تاريخ اختتام المحتر النهائي كما يحق لأيداء أن يقدم خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ شهر حكم تصديق الصلح الواقي أن يبتل الصلح وأن يشهر أفلاس المدين إذا ثبت أنه بالغ بالحيلة في تحديد الديون المترتبة عليه أو أخفى قسما لا يستهان به من موجوداته كما يحتفظ الدائنون بمن فيهم من رضي بعقد الصلح بجميع حقوقهم على شركاء المدين في الدين وكفلائه والغير الذين تفرغ لهم المدين عن حقوقه غير أنه يحق لهؤلاء أن يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملاحظاتهم في شأن الصلح سادسا شروط انعقاد الصلح ومستتبعاته أولا يشترط لانعقاد الصلح موافقة أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت وأن تمثل هذه الأغلبية على الأقل ثلاثة أربعة ديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن أو تأمين منقول أو غير منقول ويدخل في حساب هذه الأغلبية الدائنون الذين أعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقية إلى قاضي المنتدب أو إلى الكاتب في الأيام الخمسة التي تلي ختام محضر الاجتماع ويقيد هذا القبول على هامش المحضر ويضمه إليه كما لا تدخل في حساب هذه الأغلبية ديون زوج المدين ولا ديون أقاربه ومصاهره حتى غاية الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة كما يحرم أيضا من التصديق الأشخاص الذين أحرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ أو المزايدة في خلال السنة التي سبقت طلب الصلح ثانيا قبل توقيع المحضر يدون فيه القاضي المنتدب قرارا يدرجه في المحضر يدعو به أصحاب العلاقة إلى حضور جلسة معينة أمام المحكمة لأجل تصديق الصلح في معاد لا يتجاوز 20 يوما ثالثا على المفوض أن يدع ديوان المحكمة قبل الجلسة المعينة للتصديق بثلاثة أيام تقريره المعلل في إمكان قبول الصلح ثم يقدم القاضي المنتدب تقريره في الجلسة وحينئذ يحق للمدين أو للدائنين أن يتدخلوا في المناقشة وفي هذه الحالة للمحكمة أن تدعو المفوض إلى غرفة المذاكرة لأخذ الإضاحات منه بعد أن ترسل علما للمدين والدائنين المتدخلين سابعا مضمون اتفاق الصلح يتضمن اتفاق الصلح عادة منح المدين أجلا للوفاء أو تخفيض الضيون أو كلاهما معا والأمر يعود إلى الدائنين الذين يقررون ذلك وترك المشاجع السوري تحديد أجل الوفاء مع تحديد نسبة التخفيض إلى الدائنين أما المشاجع المصري فقد نص في المادة الخامسة والعشرين على أنه لا يجوز أن يقل النصيب المتفق عليه في عقد الصلح عن خمسون في المئة من الديون ولا أن يزيد أجل الوفاء عن سنتين وحبذ لو نص المشاجع السوري على ذلك شريطة أن يقدم المدين ضمانا عينيا أو شخصيا لتنفيذ الصلح ثامنا تصديق المحكمة على الصلح الواقي بعد انتهاء القاضي المنتدب من القيام بعمله وبعد تحققه من الديون المترتبة على المدين يعد تقريرا مفصلا فيما انتهى إليه من أعمال ويبين مقترحاته فإذا وجد القاضي المنتدب أن المدين قد أخفى قسما من موجوداته أو ارتكب أي فعل يعتبر احتيالا أن يرفع ما توصل إليه إلى المحكمة التي تصدر قرارها مباشرة بشهر إفلاس المدين وترسل صورة عن قرارها إلى النيابة العامة التي تباشر إجراءات المدين الجذائية أما إذا ثبت للقاضي المنتدب أن المدين يستحق الاستفادة من الصلح وأن الاعتراضات المقدمة لا تزيل الأغلبية المطلوبة وأن مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الأدنى القانوني وأنها مشروعة وتنفيذها مضمون عند إذ تقرر تصديق الصلح وفي هذه الحالة تقضي المحكمة في الحكم نفسه بوجوب إذا حصص التوذيع التي تعود للديون المسرح بها ويأخذ القاضي المنتدب توقيع الدائنين الموافقين على الصلح على محضر الجلسة وبنتيجة تصديق الصلح عند إذ لا يحق للمدين قبل أن ينفذ جميع ملتزم به في عقد الصلح أن يبيع أو يرهن عقاراته أو أن ينشئ حقوق تأمين وبوجه عام لا يحق له أن يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ما هي تجارته أو صناعته ما لم يوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح أو في قرار آخر صدر وفق الشروط المتفق عليها وصدقته المحكمة آخذين بعين الاعتبار أن كل عمل يقوم به المدين خلافا لهذا المنع يكون عديم الأثر اتجاه صاحب الديون السابقة لتصديق الصلح ويجب شهر الأحكام القاضية برفض الصلح أو التصديق عليه وفق القواعد التي تحدد لحكم شهر الإفلاس وفي حال اعتراض الدائنون الخانعون على تصديق الصلح لا يقبل الاستئناف إلا من المدين نفسه أو من الدائنين المعترضين وهو 15 يوما وبالنتيجة فإنه عندما يكتسب الحكم بتصديق الصلح قوة القضية المقدية تنتهي حتما مهمة القاضي المفوض إلا إذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه ولتصديق الصلح الواقي أثر ملزم لجميع الدائنين على أن الشركاء المسؤولين شخصيا عن ديون الشركة يستفيدون من الصلح الممنوح ما لم يتم ضمن عقد الصلح نصا مخالفا كل هذه الإجراءات تتم إذا كانت تاجر شخصا طبيعيا أما إذا كانت تاجر المدين شركة وأصدرت إسناد قرد تزيد قيمتها على 20% من مجموعة ديون التي عليها فإنه لا يجوز منح الصلح إلا إذا وافقت الهيئة العامة لأصحاب الإسناد على المقترحات بقرار يتخذ وفقا لشروط النصاب والأغلبية المطلوبة في الشركات المساهمة أما إذا كان عقد الصلح يتضمن شروطا خاصة لا تتفق مع الشروط التي عينت عند إصدار الإسناد فيما يختص بأصحابها فإن موافقة الهيئة العامة لأصحاب إسناد القرد تكون واجبة أي أيا كانت النسبة بين مبلغ الدين الناشئ عن الإسناد ومجموعة دين العام على أن معاد دعوة الدائنين الذي حدد سابقا يمكن زيادته ستين يوما إذا وجدت فائدة من عقد هيئة عامة لأصحاب إسناد القرد على أن أصحاب إسناد القرد المشترط لها أداء مكافأة عند الوفاء لا يقتصرون على المطالبة بسعر الإصدار بل يضيفون إليه الجزء الذي استحقوا من المكافأة عن المدة المنقضية الدرس الثاني أثار الصلح الواقي أولا إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين ثانيا يخطع قرار المحكمة بصلح الواقي لطرق طعن حددها القانون فإذا كان قرار المحكمة برفض التصديق على الصلح الواقي فإنه يجوز للمدين أن يستأنف ذلك القرار خلال 15 يوما من تبلغه القرار برفض تصديق الصلح الفقرة الثانية من المادة 229 من قانون أصول المحاكمات والفقرة الأولى من المادة 221 من نفس القانون أما إذا كان الحكم قد تضمن تصديق قرار الصلح فإنه يحق للدائنين المخالفين أن يعترضوا على تصديق الصلح في خلال خمسة أيام من تاريخ اختتام المحضر النهائي فقرة واحد من المادة 434 من القانون التجاري ثالثا فسخ الصلح الواقي يمكن فسخ الصلح الواقي بعد تصديقه وإذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين مادة 441 من القانون التجاري إذن فإنه بإمكان أيداء أن يطلب فسخ الصلح الواقي حين يكون المدين قد قصر في تنفيذ الالتزامات التي ترتبت عليه من عقد الصلح الواقي وذلك بأن يطلب من المحكمة التي أصدرت قرار تصديق الحكم فسخ عقد الصلح الواقي وللمحكمة الصلاحية الكاملة في فسخ عقد الصلح الواقي وهذا ليس من النظام العام بمعنى أنه لا يحق للمحكمة أن تحكم بفسخ عقد الصلح الواقي من تلقاء نفسها وإنما استنادا لطلب أحد الدائنين والسؤال هل وفاة المدين الذي طلب الصلح الواقي يفسخ الصلح الواقي؟ المشجع السوري لم يتعرض لمثل هذه الحالة بينما المشجع المصري في الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون التجارة بين أنه في حالة وفاة المدين للمحكمة فسخ الصلح الواقي في حال تبين لها أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو إتمام التنفيذ بينما المشجع الفرنسي بين أنه مجرد وفاة المدين هو سبب لفسخ الصلح الواقي وطلب الفسخ هنا لا بد من أن يقدمه أحد الدائنين أو من جميعهم وعندها لا بد من أن تقوم المحكمة بدعوة الكفلاء إلى الحضور أمام المحكمة لسماع الحكم بفسخ الصلح الواقي مادة 42 قانون التجارة المصري رابعا بطلان الصلح الواقي نصة الفقرة الأولى من المادة 440 من قانون التجارة السوري رقم 33 لعام 2007 أنه يحق للمحكمة بناء على طلب أيداء يقدم خلال ثلاث سنوات ابتداء من شهر حكم التصديق أن تبطل الصلح وأن تشهر إفلاس الدين إذا ثبت أنه بالغ بالحيلة في تحديد ديون المترتبة عليه وأخفى قسما لا يستهان به من موجوداته والابطال وفقا للنص آن في الذكر يمكن أن يتم إذا كان تحديد الديون التي على المدين غير صحيح وقصد هذا المدين عدم الصحة في التحديد بوسيلة احتيالية أو إذا أخفى المدين قسما من موجوداته وكان هذا القسم جسيما ليس قليلا وقد حدد المشرع السوري حالة ابطال الصلح الواقي بعد تصديقه بهذه الحالة دون غيرها إذ نصى في الفقرة الثانية من المادة 440 من قانون التجارة أنه لا تقبل أي دعوة أخرى لابطال الصلح بعد تصديقه وإذا قررت المحكمة بناء على طلب أيداء أن ابطال حكم الصلح الواقي فأنه يترتف في هذه الحالة شهر إفلاس المدين مباشرة وبراءة ضمة الكفلاء وإسقاط التأمينات العقارية والرهون المنشأة في صك الصلح الواقي فقرى ثلاثة من المادة 440 قانون تجاري وأخيرا متى صدر حكم المحكمة بالبطلان أو الفسخ يجب أن يتم شهر ذلك الحكم وتجيله في السجل التجاري للتاجر المدين كما أنه يجوز للمحكمة أن تقرر أيضا نشره في الصحف خامسا نصت الفقرة الأولى من المادة 419 من القانون التجاري على أنه في أثناء إجراءات الصلح الواقي يستمر المدين قائما بإدارة أمواله ويثار على القيام بجميع الأعمال العادية المختصة بتجارته تحت إشراف المفوض وإدارة القاضي المنتدب فلا تفل يديه كما هو الأمر في حالة شهر الإفلاس فهو يخطع لإشراف المفوض الذي يستطيع لفت نظر المدين وأبداء النصح له كما يخطر القاضي المنتدب بملاحظاته حتى يتخذ ما يراه لازما لحماية الدائنين كذلك يمتنى عن المدين طلل بالصلح الواقي القيام ببعض التصرفات ويقيد القيام بالبعض الآخر فلا يجوز له أن يقدم على عمل من أعمال التبرع كالهبة والكفالة وغيرها تمارين اختر الإجابة الصحيحة السؤال الأول من أهم الوظائف المناطة بكاتب المحكمة هي الخيار الأول إعلام الدائنين باسم المدين الخيار الثاني تقييد قرار المحكمة القاضي بتصديق الصلح الواقي في السجل الصناعي الخيار الثالث طلب الدفاتر التجارية الإجبارية للمدين الخيار الرابع إداع تقريره إلى المحكمة قبل موعد الاجتماع المعين للصلح بثلاثة أيام على الأقل الجواب الصحيح هو رقم واحد إعلام الدائنين باسم المدين السؤال الثاني من أهم وظائف المفوض هي الخيار الأول شهر قرار المحكمة بواسطة إعلانات تعلق على لوحة إعلانات المحكمة الخيار الثاني نشر خلاصة الحكم في إحدى الصحف اليومية الخيار الثالث أعلام الدائنين والمدين باسم القاضي المنتدب الخيار الرابع طلب الدفاتر التجارية الإجبارية الجواب الصحيح هو رقم أربعة طلب الدفاتر التجارية الإجبارية السؤال الثالث من أهم الشروط اللازمة للعقاد الصلح ومستطبعاته هي الخيار الأول موافقة جميع الدائنين الخيار الثاني موافقة أغلبية الدائنين سواء الذين اشتركوا في التصويت أم لا الخيار الثالث موافقة أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت فقط الخيار الرابع يجب أن تمثل أغلبية الدائنين ثلثي مجموعة ديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن الجواب الصحيح هو رقم ثلاثة موافقة أغلبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت فقط السؤال الرابع من أهم آثار الصلح الواقي هي الخيار الأول إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء أن يطلب طال الصلح وشهر إفلاس المدين الخيار الثاني إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن طلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين الخيار الثالث إذا توفي المفلس فيحق للورثة إلغاء طلب الصلح الواقي الخيار الرابع سحب إدارة أموال المدين من المفلس ومنعه حق الاستمرار بالتجارة الجواب الصحيح هو رقم اثنان إذا لم يقم المدين بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوصة عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن طلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين السؤال الخامس يتضمن عقد الصلح الواقي ما يلي الخيار الأول وقف سريان الفوائد في حق كل من الدائنين والمدين الخيار الثاني سقوط حق طالب الصلح الواقي من حق الانتخاب والترشيح الخيار الثالث تخلي المفلس عن إدارة أمواله الخيار الرابع منح المدين إعجالا للوفاء الجواب الصحيح هو رقم اثنان سقوط حق طالب الصلح الواقي من حق الانتخاب والترشيح السؤال السادس إذا قررت المحكمة بناء على طلب أي من دائن أبطال حكم الصلح الواقي فإنه يترتب الخيار الأول عدم تصديق المحكمة على حقد الصلح الواقي الخيار الثاني شهر إفلاس المدين الخيار الثالث أعطاء المدين مهلة لتصحيح بعض الوقائع التي ذكرها في طلبه الخيار الرابع فسخ الصلح الواقي الجواب الصحيح هو رقم اثنين شهر إفلاس المدين نهاية التسجيل ونهاية الوحدة التعليمية ترجمة نانسي قنقر